اعطت تغريدة دونالد شامب الابن وزنا فائقا لمقال عن علاقة معلقين في قناة سيانان مع قطر خصوصا ان ابن الرئيس الامريكي وصف حكومة قطر بانها النظام القطري القمعي واعاد نشر رابط مقال كونسوربوتف ريفيو تقول المجلة ان محللين يظهرون على الشبكة الامريكية ولديهم علاقات مباشرة بقطر ووصف المقال قطر بانها ممول للارهاب وجيب للمتطرفين في الشرق الاوسط وتعادي حلفاء امريكا يكمن اعتراض المقال على ان المتحدثين عندما يظهرون على سيانان لا تقول القناة ان لديهم صيلات بقطر نتوقع عند رؤية احدهم على الشاشة ان يمثل المؤسسة التي يعمل فيها وليس حكومة اجنبية وان تلقوا مدفوعات من حكومة اجنبية اعتقد ان على التلفزيون ان يكشف عن ذلك المشاهدين هاجمت كونسوربوتف ريفيو ثلاثة شخصيات هي علي صوفان ومهدي حسن وجوليات كاين واشارت الى بيتر بيرغر والحقيقة هي ان علي صوفان عضو مجلس ادارة مؤسسة قطر امريكا وهي مؤسسة تعنا بالعلاقات القطرية الامريكية اما مهدي حسن فهو مذيع في الجزيرة الانجليزية وهي ممولة بالكامل من حكومة قطر اما جوليات كاين فتنشر سيانان سيرتها وتقول على بوابتها انها عضو في المركز الدولي لامن الرياضة وهي مؤسسة تروج لكأس العالم في قطر وبوابتها الالكترونية مغلقة لكن ظهور الثلاثة على شاشة سيانان لا يأتي مع الاشارة الى علاقتهم بقطر لدى ضيوفهم اجندة معادية للسعودية وهذا ما نراه دائما يهاجمون محمد بن سلمان ولي العهد وكذلك مطالب السعودية لدى قطر ان توقف الجزيرة بث اخبار كاذبة عن الحرب في اليمن وكل ما عبرت عنه سيعترض عليه القطريون وهكذا يلقي مقال CONSERVATIVE REVIEW الضوء على الحملات الاعلامية الغامضة في الاعلام الامريكي وكيف تستعمله الدول لاغراضها في الغانام الاربي يواشنطن